في الأول كده قبل بنتكلم عن أثار سلبية وإمتى أخدهم وأطاع إزاي الفرق ما بين المهدق والمنوم تماما بسم الله الرحمن الرحيم المهدق هو منوم هلأ مضادات الاكتئاب خلينا نفرق شوي هي مختلفة بس المهدقات أو عائلة المهدقات هي منومات فيه هلأ جديد أدوية طلعت هي منومات مهدقات ممكن ما تسبب النعاس لكن بشكل عام المهدقات هي المنومات هي أدوية بتثبت المستقبلات العصبية تلعب على الدماغ على المرء الجهاز العصبي وبتثبت هاي المستقبلات الحسية فبتهدي ترخي بتنيم طيب فبتهدي وبترخي وبتنيم أنا تعودت عليها ما بقيتش أعرف أنام لسنحال ناس كتير تقولك ما بعرفش أنام ولا يغمضي جفن إلا لا بالمهدق أو بالمنوم قليني إيه الأصار السلبية للمهدقات والمنومات ومن قبلها إيه اللي يخليني معرفش أنام أصلاً اللي بيهم تمام هلأ طبعاً من ضغوضات الحياة ومن هلأ اللي عم يصير كلا يعطوه شي طبيعي أنه الإنسان ينضغيتي يتوتر بالتالي بيصير عنده أرق هلأ هاي المهدقات خلينا بس نأكد على نقطة أنه هي ما بتنصرف إلا بوصفة طبيب يعني لازم الدكتور أو الطبيب المقتص هو اللي يصرف هذا الدواء هو اللي بيشوف حالة المريض لأنه في حالات تحتاج فعلاً لهذه المهدقات حالات صرع هلع حالات أرق شديدة بيكون مارئ مثلاً بأزمة بحالة وفاء أو مثلاً كوارث أيوة صح وهي الحالة نازم أيوة بتلاقي الطبيب يجي بيعطيه إبرة مهدق أو بيعطيه دواء مهدق فهي الحالة ضروري أنه تاخد المهدقات عن طريق الطبيب بيشوف الحالة بيفحصها وبيقرر قديش جرعة أما أنه أنا هيك الحالي أنا لأنه مضغوطة بالشغل أو أولادي عم يعزبوني أو في مشاكل أسرية أو هيك ضغوطات الحياة العادية روح وقرر أنه حداً مثلاً من الأصدقاء أنه خدي هاي الحب المهدق هون تكمن الخطورة وهذا غلط كتير كبير لأنه هاي الحبوب إلها آثار جانبية إلها كتير آثار جانبية نقولها بقى إيه هي الآثار الجانبية خصوصاً فعلاً زي ما أنت بتقولي كده ممكن واحدة تقولي صاحبتها والله يبقى ليه من منامتش خدي حبيبتي ما بنمش اللبيه بتروح مديها الشريط ويمكملها تمام وين تكمن الخطورة أنه هدول الأدوية جميعها تعمل إدمان مو بس بتعمل إدمان تعمل شيء اسمه طولرانس اللي هو التعود شو يعني؟ يعني أنا أخذ خمسة ميل مثلاً نفرد نفترض من دواء مهدق هداني ومبسطت كتير بعد شوي الخمسة ميل ما بتعمل مفعول ما بتهديني ولا بتنيمني بصير جسمي بيطلب أني أنا زود الجرعة بصير بأخذ عشرة بعدين العشرة ما بتكفي بصير بأخذ هذا اسمه التعود لما بتعودوا على المدى الطويل بصير فيه إدمان فهي أول خطورة أنه هيكون فيه إدمان خطورة تانية حتى لو طبعاً هذا الطبيب وبيوصفها أوقات بيوصف إبرة أو بيوصف حبوب مؤقتة لأن الأدوية المهدئة في منها سريعة المفعول ووقت محدد يعني مو طويلة وفي منها مفعولة ممتد فهون الطبيب هو بيقرر شو الحال اللي يعطيها لكن حتى لو مفعولها سريع وقصيرة المدى حتى هي ما لازم استهين بأخذها الحب ليه؟ لأنه إلا آثار جانبية ما فيه دواء ما له آثار جانبية مو إحنا قلنا هو بيثبت مراكز الحس ممكن حتى لو حب أو حبتين تعمل لي اختلال بالتوازن تعمل لي عدم وضوح بالرؤية تعمل لي مشاكل عصبية تلعفهم بالكلام نعاس ممكن هذا النعاس يسبب لي مشاكل بالشغل مشاكل بالسواءة يقول أنه مصحصها مثلاً بوقت معين فحتى لو مدى أصير ولو حب وحب وحب من أول حبة تلاقي الأثار دي نعم من أول حبة تظهر عليها بالزبط فإذا ما كانت الحالة فعلاً فيها تشنج وقرق وحالة تستدعي أني إهدى بهذه الفترة على مدى يومين أو أسبوع وأخذت بس لمجرد توتر أو ضغوط ستظهر عليها الآثار بالعكس سيكون الآثار سيئة بي تظهر